مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية وهو ما يعادل ثلثة إنتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليون من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها تسعة عشر مليارا من الدولارات في كل عام ودولة أوروبية أخرى تهدر مئة طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن ثمانين بالمئة من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّوا الْمُسْرِفِينَ فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثم تدول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحت فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر ولنتذكر دوما قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم